في إطار الاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سمو حفظه الله في مجلسه الإسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعاددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعاددا من أفراد المجتمع وقد رحب سمو حفظه الله بكافة روادي مجلسه الإسبوعي والذي يجسد صورا من التواصل الذي يحرس عليه المجتمع تكريسا لسنة الآباء والأجداد ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعى وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من صرح جامع لكافة أبناء المجتمع في صورة تعكس هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة